تصريحات الإدارة الأمريكية بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن وضعت ميليشيا الحوثي أمام الأمر الواقع بعد أن شكلوا عائقا طوال الوقت أمام التوصل إلى توفق لإحلال السلام في البلاد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس حدد مهلة لوقف إطلاق النار في اليمن ومشاركة جميع الأطراف في المفاوضات خلال ثلاثين يوما فضلا عن مطالبة وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو للتحالف العربي بوقف عملياته العسكرية في اليمن تصريحات وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين فاجأت المسؤولين في لندن إذ لم يتم التشاور معهم بخصوصها الأمر الذي يعني أن أمريكا قررت استلام الملف اليمني بعد أن كانت بريطانيا تشرف عليه وعلى الفور أيدت رئيسة الوزراء البريطانية الدعوات الأمريكية لوقف القتال وبدء المفاوضات مشيرة إلى أن بلادها تدعم الدعوة الأمريكية لوقف التصعيد في اليمن حيث أن وقف إطلاق النار لن يكون له تأثير إن لم يكن يرتكز على اتفاق سياسي أما وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي فقد أكدت أن وقف الحرب في اليمن هو من أولويات بلادها فيما شددت على وجوب تحسن الوضع الإنساني وفتح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية قالت أن رؤية وزير الدفاع الأمريكي متعلقة بإنهاء الحرب في اليمن لا تتجاوز حتى الآن التصريحات الإعلامية إلا أن الحكومة رحبت بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انتهاكات ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي من جانبها سارعت لإعلان رفضها لمقترحات متس والتي ترى أنها تحد من طموحاتها في اليمن ولا تلبي حاجات النظام الإيراني الذي يتعرض إلى ضغوطات غير مسبوقة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي فرضت عقوبات بالغة القسوة على طهران الدعم الأول للميليشيا الحوثية في اليمن من جهته لا يبدو المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث والذي فشلت محاولاته في تنظيم محادثات سلام في أيلول الماضي في جينيف لا يبدو بعيدا عن أجواء التحركات الأمريكية لا سيما بعد أن رحب بالدعوات الأخيرة لاستئناف العملية السياسية والتدابير الفورية للتوصل إلى وقف الحرب في اليمن